برجع للصورة اللي انت ابتديت فيها وبحب انه يعني نرجع لها بقول لانه قد تلف حصيد الحقل في اي 12 الجفنة يبست والتينة ذابلت الرمانة والنخلة والتفاح كل اشجار الحقل يبست بعدين اللي انت ابتديت فيها اذ قد يبست البهجة من بني البشر في هاي المرحلة ايش الصورة او ايش الرسالة اللي عاوز توصلها قبل ما اكيد لازم نفوت على الرجاء وعلى يعني التعويض انا عايز اقول ببساطة انه نعم نعيش في واقع الانين فيه صوته عالي الواجع يحيط بنا من كل جانب وبرضه مش عايز اكون محبط لكن ممكن ده يكمل شوية احنا مش عارفين هيكون شكله ايه ولو هيكون رجاءنا مرتبط بانه هذا الواقع بالذات يتحسن بشكل معين عشان نفرح فرحنا هيتأخر وهيبقى مش ثابت يعني انا لو ربطت سلامي وفرحي باشياء معينة هيبقى هذا السلام متزبزب بتزبزب كل هذه الاشياء عشان كده لو قبل ما اصيب الحكاية دي احب اقول لا يوجد رجاء خارج يسوع المسيح يعني اقول التعليق ده على ننهي بيه الفكرة دي الواقع ده يتحل بايه العلم المكسور ده مين يعالجه يسوع المسيح عارف الواقع ده يا استيس نزار محتاج فداء ريديمر اكيد يجي يفدي لانه سقط جدا العلم سقط جدا محتاج فادي يسوع المسيح فقط هو من يستطيع ان يفدي هذا العلم ان يغيره انا دايما بسأل هو ايه اللي لو عمنا دلوقتي صلح الامور يعني مثلا لو بنينا مستشفيات اكتر هل لو بنينا شوية مستشفيات اكتر وحسننا الميديكال سيستم او النظام الصحي ده هيحسن الامور مش بتأكد لو زودنا عدد المشيرين كونسلرز والسايكايترست الاطباء النفسيين هل ده هيجيب الفرح لقلب الانسان مش بتأكد هل لو عملنا العالم الذي يبست فيه البهجة يحتاج ليسوع المسيح فادي ومخلص نعم حاجة العالم القصوى مش لرجال اصلاح ولا حتى دين ولا فلسفة ولا علم وحاول الانسان ولكن عم نشوف حوالينا ان كل هذه المحاولات عم تبوء الى الفشل الحاجة القصوى لهذا العالم هو الى يسوع ومع يسوع في كل البركات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة